العشورة الكريمية أحلى وأطعم من المحلات بكتير جدا هنعملها مع بعض النهاردة من الألف للياء وخطواتها سهلة جدا ومكوناتها مفيش أبسط من كده وهتطلع معيك بإذن الله أحلى وأطعم من بتاعة المحلات كمان إيه هو السر بتاعها وإزاي تطلع نعمة وإزاي تطلع جوسي زي ما انت شايفة كده تابع معي الفيديو واحدة واحدة وانت تشوفي كل الخطوات وكل التكات يلا بنا على طول نسمي الله ونسلى على الرسول ونبدأ ونقول باسم الله ونحضر المكونات بتاعتنا ونعمل مع بعض أحلى أعشورة أول حاجة طبعا هنحضر الغلة بتاعتنا اللي هي الأمح أو البليلة زي ما بتسميها وأخواتنا في الدول اللي برا الغلة بتاعتنا أو الأمح دي ده اللي هو الأمح بس قبل ما ينتحن يا جماعة بنمسيكوا كده الأول ننقي كويس جدا أنا حطيت كباية من الغلة أو كباية من الأمح أو كباية من البليلة زي ما تسميها سميها المهم انا نقتها كويس جدا جدا ومسكتها غسلتها برضو غسلتين 13 كده لحد ما المية بتاعتها بقت بيضة خالص وحطتها بقى غطتها بالمية مية كويسة كده محترمة شوية حلوية وهسيبها منقوعة ليلة كاملة لحد تاني يوم الصبح ودلوقتي بقينا طبعا تاني يوم وطبعا شايفين منظرها عاملة ازاي اكيد منظرها وطبعا الضعيف حجمها وكمان بقت طرية يعني انت لو دست عليها كده هتلاقيها طرية مش هتلاقيها نفشفة ولا اسية زي ما كانت في الاول مسكتها غسلتها تاني من المية بتاعت النقعة دي وصفتها تماما وفي حل على النار بقى نزلت فيها بالغلة بتاعتي كلها او بالامح بتاعه كله وحطيت عليه كمية برضو محترمة المهم ان انا اغطيه بكمية كبيرة من المية هسيبه كده اول ما تبدأ تغلي هغطي عليها طبعا وهوطي عليها واسيبها حوالي من نصف ساعة لساعة لربع وهي على نور هادية هتلاقيها استوت وبقت زي الفل زي ما انت شايفة كده طبعا شكلها بان وحجمها طبعا بان والضعف تحجمها ولو دست على واحدة منها هتلاقيها طرية جدا وطبعا فشرت من بعضها كده هغطيها تاني وهاسيبها كمان ساعة كاملة وهي متغطية والنار طبعا مط فيك تماما علشان تفشر معنا اكتر وكمان من السخونية بتاعتنا تستوي اكتر واكتر ودي منظرها بعد ساعة كمان هي بردت طبعا شايفين منظرها عامل ازاي اصلا شربت كمان شوية مية من اللي كانوا فيها وفشرت اكتر واكتر هاخد بقى من المسلوقة دي هاخد كباية على جمع احنا كنا عاملين من الاول كباية بس طبعا بعد ما تنقعت وبعد ما استوت الضايف حجمها والكباية بقت كبايتين واثنين ونص ولا تلاتة كمان خدت كباية كده على جنب ركنتها على جنب وبالباقي اللي موجودة عندي في الحلب هنزل عليه بلتر من الحليب يعني اربع كبايات من الحليب بمج الشاي العادي هسيبهم بقى دول مع بعض كده مع كمان كباية من السكر وبرضو بنفس الكباية اللي كنت معايرة بيها الغلة وبط معايرة بيها الحليب بتاعنا هنزل بكباية من السكر واسوبهم على النار كده مع بعض لحد ما يغلوا تماما يبدأوا يغلوا كده نكون حضرنا بقية الخليط بتاعنا اللي هو ان شاء الله هيبقى خليط الربط هناخد بقى الكباية اللي احنا كنا خواخدانها على جنب دي وفي شافش الخلاط بتاعنا هنزل بكباية الغلة بتاعتي وهنزل عليها بنفس المج بكباية كمان من الحليب يبقى انا كده حطيت حوالي لتر وربع من الحليب وهنزل عليها كمان بمعلقة كبيرة من النشط دورة معلقة واحدة بس لان كده كده اصلا البليلة بتاعتنا طلعت النشط اللي فيها وده هيربط معنا برضو كويس حطيت عليه معلقتين من الكريم شونتي وحطيت كمان معلقتين كمان من السكر يبقى انا كل كمية السكر اللي استخدمتها هي كمان كباية ومعلقتين من السكر في الخلاط بقى وهضربهم ضرب كويس جدا جدا وفي نفس الوقت خلاص اللبن اللي انا كنت حطيته على الغلة بتاعتي او على البليلة بتاعتي خلاص بدأ يغلي اهو هنزل بقى بخليط الربط اللي انا اضربته في الخلاط ده واحدة واحدة بالتدريج يعني على مرتين او على ثلاث مرات بنزل بشوية كده وابدأ اقل بشوية واول ما هحس ان هي هتبدأ تربط معي انزل بكمان بقية الكمية طبعا الحلة انا لقيتها صغيرة عندي شوية فهنقلعب حلة تانية علشان انت هتلاحظوا ان الكمية قلت شوية لا هي الحلة اللي كبرت شوية حطيت بقى بقية الكمية اللي موجودة عندي في الخلاط وهبدأ بقى اقلب فيه اكنك بتعملي رز بلبن او بودنج او بمهلبية ايا كان يعني المهم هنفضل نقلب فيه لحد ما يبدأ يربط معنا وكمان يبدأ يغلي ويبقبق معي حتى لو ربطش يا جماعة لازم نستنى عليه لحد ما يغلي معنا كام غلوة المعلقة الصغيرة دي ده فصل مستيكا طحناف الهون بتاعي كويس جدا مع معلقة صغيرة من السكر وحطتهم بقى على العشورة بتاعتي بيديها طعم وريحة جنين لو انت مش عندك مستيكا او مش عاوزة تحطي مستيكا ممكن نحط الظرف من الفانيليا واول ما تبدأ تبقبق كده وتغلي معنا حاسبها حوالي خمس دقيق تغلي مع نفسها وبعد كده بقى نرفحها من اعلى النار طبعا هي ما ربطتش جامد علشان تبقى بنفس الشكل وبنفس القوام اللي انت كنت شايفها في اول الفيديو القوام الجوسي لكن لو لقيتها تقلت معاك وربطت زيادة عن اللزوم وانت بتاكلي منها بالمعلقة كده هتلاقيها ان هي بتقطن كده او ان هي تقيلة واسية معاك مش هتبقى طرية ولا جوسي زي الوضع والمنظر اللي انت كنت شايفها سبتها بقى تهدى كده حوالي خمس دقيق قبل طبعا ما هنفضيها في البولات بتاعتنا او في الكسات بتاعتنا علشان طبعا نحافظ بس على الكسات علشان هي ازاز بس ما تفرقعش من ننا من السخنية ونبدأ بقى نصوب الاكواب بتاعتنا كلها لحد ما نخلص كل الكمية اللي معانا خلاص اهو ملينا الكبايات بتاعتنا الاكواب بتاعتنا كلها هسيبها طبعا تهدى شوية وبعد كده هندخلها التلاجة علشان تبرد كمان وتمسك نفسها ودي شكل العشورة بتاعتنا بعد ما طلعت من التلاجة طبعا اتمسكت اهيه وبردته بقت زي الفل نبدأ بقى نزينها زي ما احنا عاوزين فيه ناس بيحبوا يزينوا بالافتكاسات زي سوس الكراميل او سوس الشوكولاتة او اي حاجة او يحطوا عليها اي اس كريم من فوق احنا هنزينها بابسط حاجة شوية مكسرات كده من اللي موجودة عندنا في كل بيوتنا شوية سوداني شوية زيبيب شوية جوز الهند مش عاوزة تحطي على وشها اي حاجة ده يرجعلك انتي وبرحتك وما تحطيش انا حطت شوية مكسرات بسيطة كده علشان يديوها لون حلو وشكل حل وعشان طبعا اولادنا بيحبوا ياكلوا المكسرات ودي طبعا مغزية ليهم وفيها زيوت وعناصر حلوة اولو نبدأ بقى نقدمها مع بعض وبالفة هنا وشفا طبعا منظرها بيتحدث عن نفسه شايفين يا جماعة قدي هي كريمية جيوسي جدا العشورة وانتي بتاكليها البليلة نفسها وانتي بتاكليها ما تلاقيهاش بتندغ في بقك او لا ده انتي بتلاقيها بتدو في بقك دوب كده الخطوات اللي احنا عملناها والتكات والكوباية اللي احنا فرمناها في الخلاط هيديكي شعور اصلا ان انتي مش بتاكلي غلة مش هتلاقي كمية كبيرة زيادة عن اللزوم موجودة في الاكواب بتاعتك هتلاقيها دايبة وهتلاقيها جيوسي وهتلاقيها تحفة جدا اتمنى ان الفيديو بتاع النهات ده يكون عجبكم ووصفيته النهاردة تكون عجبتكم لو اعجبك الفيديو ما تنسي مش في لايك وشير واشتراك في القناة واستودعكم الله اللي زي لا تضيع ودعه وفي رعاية الله وحفظه ومع ألف سلام